أفادت وسائل إعلام تركيا بأن مسؤولين من تركيا وسوريا عقدوا ثلاثة جولات من المحادثات الشهر الماضي حول تطبيع العلاقات الثنائية وتنظيم الاجتماع الأول بين رئيسي البلدين منذ عام 2011 وبحسب المصادر فقد تمت مناقشة العراق كمكان اجتماع لأردوغان والأسد كما تدرس أنقرة خيار عقد قمة عند نقطة تفسيش كسب في سوريا على الحدود مع تركيا وبحسب الإعلام التركي فإن عملية التطبيع بين دمشق وأنقرة تتطور بسرعة وأن لقاء الرئيسين سوف يعقد كحد أقصى خلال شهر أغسطس المقبل رغم تسارع وطيرة مسائل التطبيع بين دمشق وأنقرة يبدو أن النقاط الخلافية بين البلدين لن تخضع لحسن النواية ففي الوقت الذي يتم فيه الحديث عن لقاء قريب بين الأسد وأردوغان ينهي قطيعة سنوات إلا أن مراقبين اعتبروا أن التطبيع المنشود لن يحصل إلا بشكل تدريجي بسبب القضايا الشائكة وإن المصالحة لن تحصل بين عشية وضحاها حتى وإن التقى أردوغان الأسد تعقيدات الملفات العالقة بين الطرفين بحسب مراقبين تحتاج لتقديم تنازلات ومسار طويل الأمد فدمشق تطالب أنقرة بوقف دعم المعارضة السورية في الشمال كمقدمة للقاء الأسد وأردوغان وتطالبها أيضا بسحب قواتها من الأراضي السورية وإنهاء الاحتلال كما وصفه الأسد شخصيا في حين تطمح تركيا إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين والذي لن يتم إلا بالتنسيق مع دمشق إضافة إلى مكافحة الإرهاب كما وصفته أنقرة وإعلان الحرب على القوات الكردية شمال الشرقي سوريا بحجة حماية أمنها القومي من التهديدات ومنع إنشاء ممر إرهابي قرب حدودها بحسب تصريحة سابقة لوزير دفاعها ترجمة نانسي قنقر معي مباشرة من إسطنبول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور مهند حافظ أوغلو ومعنا كذلك من دمشق الكاتب والمحلل السياسي غسن يوسف أهلا ومرحبا بكما طيفية الكريمين أبدأ معك مباشرة دكتور مهند هذه الجولات الثلاث بحسب ما ذكرنا قبل قليل في التقرير الذي قرأناه بين وفدين سوري وآخر تركي هل تختلف عن الجولات الماضية في إطار تقريب وجهات النظر وإنجاز التطبيع بين دمشق وأنقرة سعدت أو قاتل السيد أحمد وجمع المشاهدين وضيفة الكريم أنقرة لديها اليوم خطة واضحة وعريضة وهي أن التعاون والانفتاح هو عنوان السياسة الخارجية التركية قبل أقل من 48 ساعة كان هناك انعقادا للمجلس الأمن القومي التركي أكد فيه على الدبلوماسية والتعاون والحوار مع دول المنطقة سيما الدول الجارة وهنا تحديدا تركيا سوريا والعراق وبالتالي اللهجة اختلفت من حيث أن التعاون هو الذي تريده أنقرة في هذه المرحلة وهذا طبعا لأسباب كثيرة الضغطات الداخلية السياسية والاجتماعية والاحتقان الداخلي فضلا عن الضغطات الروسية ومحاولة الاستفادة من هذا الإلهاء الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية في انتخاباتها وما يجري في الانتخابات الأمريكية على هذه الدول الفاعلة المباشرة في الملف السوري تستطيع أن تصل إلى حل وبالتالي أظن أن زيارة رئيس النظام السوري إلى موسكو كانت في هذا الإطار يريد الرئيس بوتن بالفعل أن يحقق إنجازا وعلى وعلى الأقل كخطوة أولى بلقاء بشار الأسد بالرئيس أردوغان كخطوة أولى ما مدى تطور هذه الخطوات الأمر منوط بشكل مباشر بالميدان وهناك أمر في غاية الخطورة وهو عجب ما يكون به كل قنبلة موقتها قد تنفجر وهو الشمال السوري حتى بمدنيه فضلا عن الفصائل المعارضة والمسلحة التي ربما قد تكون لها رأي آخر في أي تحرق تقوم به تركيا سيمال جولاني نعم أنا أتمنى أن نحاول نستغل الوقت لنقف على كل القضايا الشائكة أستاذ غسن موضوع إنهاء الاحتلال التركي لمناطق الشمال السوري كيف تعتقد أنه سوف يتم إنجاز هذا الموضوع؟ هل رؤية الانسحاب التدريجي مقبولة عند دمشق؟ تحياتي لك أستاذ أحمد ولديفك الكريم والأستاذ المشاهدين طبعا سوريا أعربت عن تراجعها لنقل عن الانسحاب الفوري والكامل والشامل عندما قال وزير الخارجية بأن نريد من تركيا أن يكون هناك تعهد بالانسحاب أو جدولة للانسحاب وقال الرئيس الأسد بأننا منفتحون على كل المبادرات بهذا الخصوص ولذلك ما سألت الانسحاب الفوري أعتقد بأنها حيدت هذا من جهة أخرى كيف سيكون هناك اتفاق بين الطرفين أولا هناك عقدة حتى الآن لم تستطع كل من سوريا وروسيا حلها مع تركيا وهي أولا عدم اعتبار تركيا لجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى أنها خارجة عن القانون وأنها توازي حزب العمال الكردستاني أو قسد الفرع السوري كما تقول تركيا لحزب العمال الكردستاني قبل أن أمرر السؤال لدكتور مهند أستاذ غسان أنت باعتقاد كيف سوف تتعامل دمشق مع جبهة النصرة وهي التحرير الشم هل تعتقد بالفعل أنها سوف تقترب من فكرة تسويق أو نعد هذه الجماعات بالإرهابية أو سوف تؤمن لها ممرا للخروج لمكان آخر لا استاذ أحمد بالنسبة لجبهة النصرة مصنفة في سوريا وتركيا منظمة إرهابية وهذا يسهل على الطرفين تفكيك جبهة النصرة أما بالنسبة لجموعات المسلح هي التحرير الشم تماما أما بالنسبة لما يسمى الجيش الوطني فالبعض منهم هم مجموعات راديكالية هنا إذا كانوا سوريين أعتقد بأن الدولة السورية ستصدر نوع من العفو المصالحات وغير ذلك وحتى يشمل الضباط المشققين والخارجين عن القانون وهنا سيسوى الوضع إذا كانوا سوريين إذا كانوا أجانب أعتقد بأن الدولة السورية ستضع حلين أمامها إما إنهاء هؤلاء في أماكن تواجدهم من خلال عملية عسكرية أو ترحيل هؤلاء من قبل تركيا خلينا أرجع لدكتور مهند جميل جميل أستاذ غسن حتى فقط نمر على نقطة نقطة دكتور مهند هل تستطيع تركيا أن توفر ضمانات بشكل مباشر ومجرد الضمانات النظرية من الصعب لماذا إذا ما كانت عقدة المنشار لدى النظام السوري هي هيئة تحرير الشام والجولاني فإن الجولاني بطريقة أخرى هو مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهذه معضلة حقيقية ولذلك الضمانات التي تريدها دمشق تختلف بحسب الواقع يعني هل تريد دمشق من أنقرة بأن تقول بأن هيئة تحرير الشام يجب أن ترفع تركيا يدها عنها وبالتالي إخراجهم من إدلب هذا أمر سوف يكون بطريقة أخرى ينعكس على المدنيين في إدلب هل سوف يقبلون بمثل هذا المقترح أم سوف يفجرون المنطقة على الوضع الأمني هذا الأمر في غاية الخطورة يعني الأمر ليس ما تعلق في الجولاني وهيئته وعناصره وليس فيما يسمى الجيش الحر وعناصره الأمر متعلق كذلك بالمدنيين رأينا بعد حداث قيصري كيف كان الشمال السوري يغلي حتى من بعض المدنيين هناك هذا يعني بأن الأمر على حافة الهوية وقد ينفجر في أي لحظة لذلك لا بد من إعادة أو ضبط لألبوصلة وترتيب حقيقي لكل الترتيبات الأمنية لكي لا ينعكس ذلك لا على الوضع في شمال السوري الذي لا يزال الكل يريد المحافظة على ما هو عليه عسى أن تكون لك خطوة متقدمة ولكن لا يريد الكل أن يرجع خطوة إلى الوراء لا دمشق ولا أنقرة ولا موسكو ربما طهران قد تريد ذلك ولكن هذه الدولة الفعلة الثلاثة الأساسية تريد أن يتبقي الأمر على ما هو عليه عسى أن يبنى عليها لاحقا أما أن تتراجع خطوة إلى الوراء هذا يعني نسف لكل هذه التحركات ولكل هذه التطورات السياسية التي قد تصل بنا إلى لقاء الرئيس الأردوغان ببشار السلطة دكتور مهند عن الضمانات وأيضا أمرر السؤال نفسه عليك أو إليك موضوع الضمانات يعني أتمنى أن يكون صدرك متاسعا للسؤال التالي أنت تعلم عن كم التقارير التي تتحدث مثلا عن سجون دمشق وهذه السجون التي تمتلئ بالمعارضة بالتالي هناك تخوفات بحسب من يتبنى هذه التقارير بأن عودة هؤلاء إذا كانوا بالفعل سوريين إلى دمشق هل سوف تتم تصفيتهم هل سوف يتم اغتيالهم مثلا ويسوق ذلك على ضد مجهول وما إلى ذلك هذه التخوفات أيضا مشروع التحدث فيها تمام أستاذ أحمد يعني أشكرك طبعا بالنسبة للوضع اليوم يعني لاحظوا الوضع الذي هو فيه مثلا في إدلب والوضع التي فيه هي مناطق الاحتلال التركي ولاحظ مثلا كيف أن هناك مظاهرات ضد هيئة تحرير الشام وضد الجولاني ولذلك أنا أعتقد لا الدولة السورية دولة تستطيع أن تعطي ضمانات تستطيع يعني وهي قامت بذلك سابقا ضمانات تكون حسب الاتفاقات التي تحقد بينها وبين مثلا تركيا وروسيا ويعني نتذكر المصالحات التي حدثت في مناطق خمط التصعيد والتزمت سوريا بكل ذلك ولم تلاحق أحدا أنا أقول لك هذا الكلام الذي يروجه بعض المعارضين الذين أصبحوا على أي جنب تميل يعني مثلا هم الآن رأوا كيف تعاملهم تركيا كمرتزقة ورأوا أن وانا ضد ما يقوله الأخ مهند بأن تحرير الشام تابعة للولايات المتحدة هذا غير صحيح يعني هي في حماية تركية أسلحة تركية لباسها تركي رزاؤها تركي أما أين الأمريكان موجودون الأمريكان موجودون في المناطق الشمالية الشرقية ولذلك تركيا أخيرا نسمع رد دكتور مهند على هذه الجزئية دقيقة تفضل تفضل تركيا هي من ترعى جبهة النصرة حتى ولو صنفتها إرهابية وتركيا هي من ترعى داعش وأرذو كان نفسه هو أكبر من يعني رعى المنظمات الإرهابية بما فيها داعش والنصرة كل قادة داعش أين قتلوا في مناطق الاحتلال التركي حتى أبو بكر البغداري والقرشي من قتلهم ولذلك اليوم من قتلهم يا غسان يا دكتور مهند بس ثواني أظن سيد غسان أنت وصلت في كرتك أعود لحظتك دكتور مهند بدقيقة أولا أولا هؤلاء الدواعش وقاداتهم من قتلهم أليس تركيا هي من تحاربهم وتقتلهم أليس تلك السخبارات التركية التي تقدم المعلومات لتحالف الدول وبالتالي عمليات لا 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 راجع 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 يا أستاذ غسان يا أستاذ غسان لا أصلاحك إذا تكرمت أولا ثانيا داعش محاربة من قبل تركيا بشكل لا أسمع ولا المشاهد عم يفهم يا أستاذ غسان لو سمحك أنت تكرمت عليه يعني خلي دكتور مهند يكمل فيك لأنه ما قطع لا أصلاحك يخليك ربي تفضل دكتور مهند داعش داعش المحاربة بشكل أساسي من تركيا كما تحارب تركيا على البي كي كي وقصد الإرهاب واحد لا يتغير ولا يتجزأ مهما كان لباسه وهذا واضح لتركيا والعمليات اليومية الموجودة في تركيا في الداخل التركيا أكثر من أن تعاد لمحاربة داعش أولا ثانيا فيما يتعلق بهيئة تحرير الشام والجولاني صحيح بأن ربما الولايات المتحدة الأمريكية غير متواجدة عسكريا بدنيا هناك ولكنها مرضية عنها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهذه مشكلة حقيقية وأظن أن دمشق تدرك هذا تماما بأن الجولاني له قبول لدى واشنطن دهنا الوقت وبقي نصف دقيقة سريعا يا أصدر أنا أقول لك لتعودوا إلى أرشيف قناتكم عندما سقطت البغوز السلاح تركي الغذاء تركي كل ما تملكه داعش تركي حتى اللباس تركي أي شيء كانت تحتاجه داعش يأتي من تركيا وحتى سيارات هذا ليس دليل دانا وكل شيء كانت تستخدمه داعش هو تركي وهذا دليل على أن داعش هذا ليس دانا أستاذ غسان ودكتور مهند حاليا أنا أقول لك لا يمكن أن نقول أن تركيا تستخدم ترتيبها هذا الأمر أستاذ غسان ودكتور مهند حقيقة دهمنا الوقت فقط كلمة واحدة يلتقي أردوغان الأسد في أغسطس أبدا طيب دكتور مهند يلتقي أن في أغسطس أردوغان الأسد لن يلتقي بأردوغان طيب دكتور مهند إلا بعد أن ينزل الاتفاق طيب دكتور مهند يلتقي أن في أغسطس نعم أم لا وارد جدا وارد جدا خلص انتهى اللقاء شكرا جزيلا سمحوني إذن من دمشق الكاتب المحل السياسي غسان يوسف كذلك كان معنا من إسطنبول الكديمي والباحث السياسي دكتور مهند حافظ أغلو شكرا جزيلا لكم ويعطيكم العافية شكرا جزيلا لكم